التحالف يعود مجددا لقصف صنعاء بعد هدوء دام أشهر طويلة القصف الذي طال مواقع عسكرية ومنشآت كان عنفا بالقدر الذي أثار التساؤلات حول أسباب هذا الاستهداف وتوقيته وما هي الاهداف التي استدعت هذه العودة القوية للغارات التحالف قال إن العملية استهدفت تدمير شبكة قيادة وتوجيه الطائرات المسيرات التابعة للحثيين بينما قالت المصادر إن القصف تركز على الأماكن المعتادة كالفرقة وقاعدة الديلمي والصيانة عودة القوة الخشنة إلى الفعل تزامن معها تصعيد لاستخدام القوة الناعمة ضد الانقلابيين تمثلك بتقارير دولية سياسية وحقوقية وإغاثية فهل انتهى شهر العسل بين الدول الكبرى والحثيين أم أنها فقط وسائل ضغط لإرغام الميليشي على تنفيذ اتفاق السويد حتى الآن تقف ميليشي الحثي حجر عثرة في تنفيذ اتفاق السويد فقبل أيام منع الحثيون رئيس فريق المراقبين الأممي باتريك كاميرت من الاجتماع بمندوب اللجنة المشتركة عن الحكومة بل إضافة لاستهداف موكبه برصاص مسلحين في الحديدة في كل جولة تأخذ دورة التفاؤل الأممي والدولي مجراها ثم تعود إلى نفس النقطة رفض الحثيين التعاطي مع حل سياسي وبدل أن يدفع ذلك الحكومة والتحالف إلى تعزيز خيار الحل العسكري بعد أن فشل الحل السياسي يلجأ التحالف لاختلاق قضايا داخلية مع الحكومة تتعلق معظمها بخارطة السيطرة على المواقع الحيوية في المناطق المحررة التي يقال إنها تمثل 80% من الجغرافيا لا مؤشرات على إمكانية نجاح اتفاق السويد فما هو التالي إذن؟ وهل استئناف التحالف للعمليات الجوية في صنعاء يعاد تدشينا لمرحلة عسكرية جديدة أم أنها مجرد استعراض عابر للقوة ثم تعود الأمور إلى ما هي عليه الشرعية في سباتها والتحالف في تخبطه والحثيون في صلفهم اشتركوا في القناة